اشتركوا في القناة في الفيديو ده هنتكلم مع بعض النهاردة على البي بي اي استادي بلان يعني ازاي نذاكر وازاي نحضر للاختبار الدولي في البداية عايز نتكلم شوية على موضوع الاختبار الاختبار الدولي اختبار البي بي اي كم سؤال بتوزع ازاي اللي امتحان عبارة عن ايه طبعا الاختبار بتقسم على خمسة دومينز على خمس مجالات اول دومين وهو needs assessment تقييم الاحتياجات وده عليه في الامتحان 18% والدومين التاني وهو planning التخطيط وده عليه 22% الدومين التالت وهو دومين analysis وده اكبر دومين في الاختبار وهو عليه 35% الدومين الرابع traceability and monitoring وده عليه 15% واخر دومين هو اصغر دومين وهو domain solution evaluation وده عليه 10% اختبار البي بي اي هو عبارة عن 200 سؤال الاختبار الدولي عبارة عن 200 سؤال طيب هل كلهم متحاسبة عليهم في الاختبار لا انت بتتحاسب فقط على 175 سؤال يعني فقط 175 سؤال فيه 25 سؤال مش محسوبين دول البي ماي بيحطهم في الاختبار يعني بيجربهم بيشوف الناس ايه هتتعامل معهم ازاي طيب هل انت بتكون عارف فين هما ال 25 سؤال لا بتكونش عارف انت داخل الاختبار تحل المتين سؤال كلهم طبعا المتين سؤال بيكونوا multiple choice يعني بيجيب لك سيناريو واربع اختيارات وتختار اجابة واحدة صحيحة طيب الامتحان ده كم ساعة المدة بتاعته كم ساعة المدة تابعة الاختبار اربع ساعات يعني الاختبار 200 سؤال فاربع ساعات الاختبار متاح بلغة واحدة فقط وهي اللغة الانجليزية تمام مش متاح باللغة العربية فقط الاختبار بالانجليزي ايضا فيه معلومة مهمة تانية الاختبار متاح اونلاين وايضا متاح من المركز او المعهد تمام يعني تقدر تمتاح من بيتك تمام الاختبار وايضا ممكن تروح المركز يعني ايا كان المناسب ليك فطبعا الاتنين كويسين ده كان فقط معلومة مهمة بخصوص الاختبار وشكله عامل ازاي وبتوزع ازاي طيب هنتكلم مع بعض على البي ماي بي اي اي اجزام ريفرانس ماتيريالز يعني الاختبار يعني بيزد اون اي يعني الاختبار البي بي اي هيجيلنا من اي ماتيريال المادة بتاعتنا بيزد اون اي ماتيريال متوزعة ازاي ده موضوع مهم جدا تبقى عارفوا من البداية قبل ما تبدأ اصلا في اي شهادة لازل تدور الاول اي مرجع الشهادة دي وهنذكر منين واي الكتب الرسمية التابعة لي البي ماي البي ماي عنده تلات كتب في البي بي اي اول كتاب وهو وده نزل حديثا في الفين وثمنتاشر وده بيحتوى على خمسمية اتين واربعين صفحة الكتاب التاني وهو وده اقدم منه شوية اقدم من ده ده نزل في الفين واربعاتاشر كتاب صغير بيحتوى على سبعة متين سبعة وعشرين صفحة الكتاب التالت وهو البي ماي بروفيشنال البيزنس اناليزز اكزيمنيشن كونتينت اوتلاين وده سبعتاشر صفحة يبقى الاختبار الدولي بيجيلك بيزدقون التلات كتب دول تمام طيب احنا الكورس بتاعنا بناءنا عليه ايضا الكورس بتاعنا بناءنا على التلات كتب دول تم شرح الكتب كاملة في الكورس بتاعنا الكورس التحضيري الكورس عندنا خمسة وتلاتين ساعة تمام وايضا المطلوب لاختبار الدولي خمسة وتلاتين ساعة شهدت حضور فالكورس بتاعنا الحمد لله مغطي عدد الساعات كاملة المطلوبة لاختبار الدولي تمام فالمرحلة الاولى من الكورس هتكون شرح الكتاب الكبير ده بالتفصيل اللي هو الخمسمية وتين واربعين صفحة شرحناه بالتفصيل تمام طبعا ده ماشي بطريقة اللونجي اريا تمام البروسز الامبوتس والاوتبوتس والتوولز والتكنيكس وهكذا بعد كده في المراجعة رطينا وعملنا سامري للكورس فاست ريفيو عن البزنس اناليزز من كتاب البركتشنر يعني هده ماشي شوية بموضوع الخطوات او الستيبس يعني نعمل ايه بعد كده ايه كل دومين متقسم الى خطوات او ستيبس طبعا دي كويسة جدا بتعزز الفهم معك وبعد كده اكيد كلين طبعا عارفين ايش هادة طبعا ليه بيكون متقسمة او بيكون فيها ملحق كده الخاص بيه كل دومين بيحتوى على بعض المهام او التاسكس الخاصة بيه محلل الاعمال فالمادة بتاعتنا هتكون بناء على التلات كتب دول هنبدأ مع بعض نتكلم بالتفصيل على الخطة بتاعتنا الخطة كوانة من خمسة وتلاتين يوم طبعا بتختلف من شخص للتاني تمام الخطة دي بتختلف من شخص للتاني يعني ممكن شخص يذاكر ساعات اكتر هيقلل المدة تمام شخص تاني هيذاكر عدد ساعات اقل طبعا هياخد معه وقت اكتر ولكن هي المدة دي يعني متوسط لو انت هتذاكر في اليوم مثلا تلات ساعات يعني ساعتين ونص تلات ساعات فان شاء الله بتخلص وزن الخمسة وتلاتين يوم الخطة مكونة من تلات مراحل فيز وان وفيز تو وفيز تري فيز وان اللي هي شرح المنهج بالتفصيل وفيز تو مراجعة المنهج فيز تري اللي هي المراجعة هنتكلم مع بعض على المرحلة الاولى من الخطة بتاعتنا اللي هي فيز وان طبعا هنا على اليسار هنا الديز او الايام وهنا التاسك اللي انت كل يوم هتعمله وهنا التاسك ده موجود في اي دومين هنبدأ الاول بالانتروداكشن طبعا المنهج بتاعنا هو عبارة عن ناين شابتر او تسعة شباتر تمام هنمسك اول حاجة المقدمة انتروداكشن شابتر واحد واثنين وثلاثة دول ان شاء الله ياخدوا معك فقط ثلاثة ايام اول يوم هتشوف الفيديوز الخاصة بالانتروداكشن واليوم التاني هتقرأ الانتروداكشن من ملف البيدي اف هيكون طبعا نرفق مع الكورس كل ملفات البيدي اف هتقرأ السلايد واليوم التالت هتحل اسئلة على ستري شابتر جدول طبعا هتلاقي الموقع مقسم كده فيه جزء خاص بالفيديوز تمام دي هي الفيديوز هتلاقي متقسمة انتروداكشن شابتر اربعة خمسة ستة سبعة كل شابتر بيحتوى على عدة فيديوهات وايضا فيه جزء تاني خاص بالاسئلة هتلاقي هنا شابتر هتلاقي هنا اول امتحان خالص تمام لو نعمل زوم شوية هنا هنلاقي هنا اول امتحان خالص هو امتحان على شابتر واحد واثنين وثلاثة وهكذا بقى لكل شابتر بيكون ليه اختبار نرجع تاني ليه الخطة بتاعتنا بعد ما ننتهي من الانتروداكشن هنروح بعد كده لشابتر اربع هو النيتس اسيسمنت هتمشي بنفس الطريقة هو شوية شابتر طويل فممكن تاخد في الفيديوهات يومين ويوم تكرأ البيدي اف ويوم تحل اسئلة تمام بعد كده هتاخد بريك يوم مثلا بعد اسبوع بعد كده تبدأ في شابتر خمسة نفس الطريقة هتشوف الفيديو الخاص بالشابتر بعد كده هتكرأ البيدي اف الخاص بالشابتر بعد كده هنحل اسئلة على الشابتر لو لاحظت هنا هتلاقي ان كل شابتر هنا عليه امتحان نيت اسيسمنت عليه امتحان شابتر خمسة شابتر ستة وهكذا وهنمشي بنفس السيكونس لشابتر ستة وشابتر سبعة شابتر تمانية واخيرا شابتر تسعة وهو السليوشن طبعا هنلاقي برضو كل الخطة ماشية بنفس الترتيب بنفس السيكونس اول حاجة تشوف الفيديو بعد كده بتقرأ الملف بتاع الشابتر من البيدي اف سلايد واليوم التالت هتعمل ايه هتحل اسئلة وتراجع طبعا اخطأ كيف انت كده انتهيت من المرحلة الاولى في خمسة وعشرين يوم فقط طبعا المدة ممكن تزيد ممكن تقل حسب عدد ساعات المذاكرة كل ما تزاكر اكتر هتقلل المدة هتزاكر عدد ساعات اقل اكيد هتزيد المدة معك طيب احنا كده خلصنا فيز وان هننتقل بعد كده الى فيز تو فيز تو هي عبارة عن مراجعة طبعا انت اكيد بعد ما اخدت خمسة وعشرين يوم تلاتين يوم في المرحلة الاولى اكيد ممكن تكون نسيت بعض الاشياء فعشان كده عملنا لك هلا مراجعة محترمة جدا هتلخص لك المنهاب كله طبعا احنا بنراجع هنا بطريقة تانية بنراجع بطريقة الخطوات يعني اول مرحلة كنا يعني ماشيين بالشابتر الامبوتس والاوتبوتس والحاجات دي كلها ولكن الفيز التانية دي ماشيين بطريقة الخطوات طبعا الطريقة دي ممتازة جدا بتعزز الفهم عندك جدا وبتبقى عارف الخطوات بشكل ايه بشكل اكتر طيب كل يوم هتمسك دومين مسلا اول يوم هتعمل ايه فاست ريفيو فيديو فور دومين وان فيه هنا على الموقع في الكورس هتلاقي فيه فاست ريفيو مراجعة سريعة على كل الدومين تمام ممكن انك انك مسلا تشغلها على واحد ونص اكس يعني انك تسرع الفيديو شوية وبعد ما تنتهي من الفيديو هتروح تحل اسئلة هتروح تحل اسئلة على الدومين ايضا هتلاقي كل دومين عليه اسئلة فلو جينا نشوف الموقع متقسم ازاي نعمل نزوب هنا شوية هنلاقي هنا هتلاقي فيه سيكشن فيه الفيديو تحت خالص اسمه بي ماي بي بي اي فاست ريفيو هتلاقي هنا مراجعة على كل دومين شوف هنا عن وال وهكذا عاملك نظرة عامة عن الدومين بعد كده خطواته ايه تمام هي مراجعة جميلة جدا عبارة عن ثلاث ساعات تمام ثلاث ساعات ونص ممكن تخلصهم في يومين في ثلاثة وطبعا بعد ما تنتهي من كل دومين بتروح تحل اسئلة على الدومين فيه سيكشن في الموقع برضو تحت الشابتر هتفيه فيه حاجة اسمها دومين في الاختبارات هتلاقي فيه اختبار على كل دومين هوا من الخمسة دومين تمام طيب بعد ما ننتهي من كل دومين شفت الفيديو بتاعتها و حلت عليها اسئلة بعد كده هتروح تشوف فيديوهات اسمها بي بي اي تيبس اند تريكس دي مراجعة نهائية مهمة جدا فيها اهم التولز والتكنيكس اهم الكي ووردز وهكذا فطبعا هتساعدك ويعني بشكل كبير جدا فيه تلطيط المنهج كده احنا انتهينا من المراجعة في اسبوع واحد ممكن طبعا تقل معاك ممكن تاخد طبعا فترة اقل الفيز التالتة وهي الفيز الاخيرة وهي الحل الاختبارات دي بقى اهم مرحلة انا شايف ان هي اهم مرحلة لان هي بتحل فيها الاختبارات وبتقيم نفسك وبتقيم مستوىك اول يوم هتحل الامتحان رقم واحد طبعا الموقع فيه ست اختبارات شاملة المنهج على المنهج كله اجزام وان وثو وثري وفور وفايف وسيكس اول يوم هتحل اول امتحان بعد كده هتحل امتحان اتنين وثلاتة بعد كده امتحان اربعة وخمسة بعد كده امتحان ستة وبعد ما تنتهي من حل نشوف كده هنا على يمين بعد بننتهي من حل ستة اختبارات هيزهر لك تحت خالص اختبار جديد اسمه الكلمستيكس طبعا الاختبار ده مش هيزهر الا لما تنتهي من حل الست اختبارات كاملين تمام هيزهر لك اختبار الكلمستيكس هو عبارة عن ايه عبارة عن اختبار بيجمع لك كل اخطائك اللي انت غلطوا فيها في الست اختبارات يعني على سبيل المثال لو انت غلطت في عشر اسئلة في الست اختبارات عشرة في عشرة في كل الستة يعني كده عندك ستين خطأ يعني الحال وكده هيجنريت اسمه كلمستيكس ده عبارة عن ايه امتحان فيه ستين سؤال اللي انت غلطت فيهم طبعا دي خاصية ممتازة جدا جدا لانها يعني بتركز على النقاط ضعفة ففعلا انت عايز تركز عليها هتحل الست امتحانات مرة هتحلهم مرتين الاهم توصل بسكور بتاعك فوق 85% ده اهم شي لو من اول مرة جبته فوق لمثلا 80-90 خلاص مش محتاج تحلهم تاني لو اول مرة كانوا في السبعينات لا محتاج ان انت تحلهم مرة تانية وتحل الكلمستيكس بتاعتك واخر يوم او اخر بقى يومين في قبل الامتحان بتاعك طبعا هنا فيه نصيح مهمة جدا يجب حل الاختبارات مرتين مع مراجعة الاخطاء الوصول الى سكور اعلى من 85% قبل دخول الاختبار ماذا تفعل اخر يومين قبل الاختبار في حاجتين مهمين جدا طبعا هتحل الكلمستيكس وترجع اخطائك ومشاهدة فيديوهات المراجعة اللي هي هتلاقيها على الموقع باسم فيه سيكشن كده باسم بي بي اي تيبس اند تريكس هتلاقي مقسمة كده اهم التعريفات اهم المقارنات اهم التولز والتيكنيكس تمام يعني اهم النوتز الاختبار اهم الكيورد فهي مهمة جدا قبل الاختبار الحقيقي طبعا الاختبارات دي مهمة جدا جدا يعني بتغطي كل الدومينز تمام بتغطي كل المنهج وفيها افكار كتير ان شاء الله يعني هتساعدك على حل عدد كبير من الاسئلة في الاختبار الدولي يعني انت مش محتاج ان انت ترجع او تشوف اي مصادر تانية لان المصدر ده كافي جدا تمام مصدر كافي جدا جدا للاختبار الدولي ومغطيين معظم او كتير جدا من افكار الاختبار الدولي اه كده يبقى انت خلصت ايه اه خلصت الخطة بتاعتك كلها في فترة من تلاتين لخمسة وتلاتين يوم طيب دلوقتي فين الفيديوهات فين الاختبارات فين ملفات البيدي اف اللي احنا هنزاكر منها طبعا بعد الاشتراك بعد ما تشترك في موقع PMTrix.com تشترك فيه الباكيج الخاصة بالPBA هينزل عندك طبعا كل شيء في الحساب بتاعك بعد الاشتراك لما دي تعمل لوجين على الموقع هيفتح معاك الموقع بالشكل ده في الداشبورد امضغط هنا على اكتيف كورسز بعد كده هيدخلك على صفحة تانية اسمها ماي كورسز ماي كورسز متقسمة الى جزئين جزء خاص بالإجزامز وتحت هنا جزء خاص بالفيديوز طبعا لو انت مشترك في كزا كورس على موقع PMTrix هيكون عندك متقسم الى هضغط هنا على PMI PBA وهنا طبعا في الفيديوز هدخل على PMI PBA هدغط هنا طبعا هنا هدخل على الباكيج بتاعتي الخاصة بالفيديوز هضغط عليها هيفتح معايا على طول الصفحة اللي فيها الفيديوهات كلها الخاصة بالمنهج طبعا هي متقسمة هنا الى انتروداكشن بعد كده شابتر واحد واتنين وثلاثة واربعة وخامسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة هو ده المنهج بتاعنا مكون من تسعة شابتر كل شابتر من هنا طبعا بيحتوى على بيحتوى على مجموعة فيديوهات كل شابتر بيحتوى على مجموعة فيديوهات طبعا هنا جايبلك الساعات او مجموعة ساعات لكل شابتر تمام وطبعا الكورس كله مجموعة 35 ساعة طيب دلوقتي ده بالنسبة لأبيل طبعا لو انت ده يعني ضغطت على اي فيديو من هنا طبعا هيفتح معاك على طول طيب دلوقتي فين ملفات البيدي اف اللي احنا هنحملها فيه هنا مرفق مع اول فيديو في كل شابتر مرفق ملف بيدي اف لو دغطت هنا على ريسورس تعمل ايه ضغطينا الدغطة كمان Man هيحمل معاك الملف البيدي اف على طول فاول فيديو من كل شابتر هتلاقي الملف البيدي اف الخاص بي تمام اهو فاول فيديو من كل شابتر هتلاقي على طول ملف البيدي اف موجود مع اول فيديو تمام كدا احنا عارفنا فيه الملفات البيدي اف طبعا حتى برضو هنا لو جينا برضو لأي شابتر تحت فيه حتى في المراجعات وكل شي هنلاقي طبعا حتى في الفاست ريفيو هنلاقي برضو هنا الملف بتاعه كل شيء موجود ده بالنسبة لملفات البيد اف ومنين نحملها طبعا فيه برضو مكان تاني ممكن نحملها من الديشبورد هتكلم عليه بعد شوي ولكن خليني الوقتي نتكلم على موضوع شهدت الحضور دلوقتي عشان تقدم للاختبار الدولي محتاج يكون معاك شهد الحضور 35 ساعة طيب ازاي احملها من على الموقع بكل سهولة بتقوم ضغط هنا على شكل الكاس اللي فوق هنا تقف عليه تقف على الكاس وتقوم رايح هنا على سليكت اول تضغط هنا على سليكت اول بعد كده هنلاقي ان شكل الكاس بقى كله اخضر لو جيت تقف على اي حاجة هنا تمام هتلاقي كلها بقت علامة خضرة كل فيديو بقى اخضر اخضر معانا ان خلاص ان ايه انك شفته خلاص هيزهر لك حاجة هنا اسمها جيت سرتيفكت تقوم ضغط عليه هنا اضغط عليها ضغطة واحدة وتكتب اسمك هنا تكتبه هنا بالكامل تمام بنفس الاسم اللي انت هتختبر به سواء في البطاقة او في الاقامة او في الهوية بتاعتك او في جواز الصفر وتقوم ضغط على جيت سرتيفكت على طول حينزل معاك الشهادة ولكن خلي بالك هنا ان الاسم بتكتب باللغة الانجليزية فقط يعني مش هيقبل معاك اصلا باللغة العربية حتى لو كتبت عربي وعملت كده يعني اوكي بتنزل الشهادة ولكن بتكون مكان الاسم فاضي هنا فقط مسموح تكتب الاسم باللغة الانجليزية فقط تمام وتأكد من الاسم كويس جدا عشان انت بتكتب الاسم مرة واحدة بس الشهادة تتحمل مرة واحدة تمام فتأكد من الاسم انك بتكتبه مظبوط من اول مرة ده بالنسبة لشهادة الحضور اللي انت محتاجها عشان تقدم بيها الاختبار وازاي ان احنا بنحملها طبعا انت ممكن تحتاج انك تحملها اول من تشترك في الكورس عشان عايز تقدم مثلا الاختبار طيب دلوقتي لو انا عايز الغي الاخضر من كل الفيديوهات يعني ارجع الكورس اكدني لسه مش تريد دلوقتي نتوقف تاني هنا عند العلم وتعمل ريسيت تمام ريسيت بروغرس تمام ريسيت بروغرس دلوقتي لو جيت تشوف هنا هنلاقي ان الامور رجعت تاني زي الاول مفيش اي شيء خالص تمام هنا كله خلاص اكنك لسه ما شفتش اي حاجة طيب دلوقتي بالنسبة للفيديوز و ملفات البيد اف منين نحملها وبرضو تكلمنا على موضوع شهادة الحضور كمان في برضو حاجة عايز اتكلم عليها الخطة بتاعتنا كانت بتقسمها الى 3 مراحل مرحلة مذاكرة فيز وان ومرحلة مراجعة ومرحلة حل امتحانات مرحلة المذاكرة هتكون ماشي معك من اول سيكشن لحد سيكشن تسعة تمام لحد شاطر تسعة دي الفيز وان الفيز تو هتكون في الفاست ريفيو اهو اللي هي 3 ساعات ونص تمام فيديوهات مراجعة عالمنهج اللي هي كتل اسبوع كل يوم يعني بتمسك دومين وتحل عليه تمام وهنا هتلاقي سيكشن اللي هو قبل الامتحان بيومين 3 بتراجع عليه وهنا جايب لك فيديو مرضو مجموعة اسئلة تمام تقريبا حوالي 30 سؤال دول طبعا في الفيديو يعني طبعا بحلهم معاك عشان طبعا نعرفك الافكار ماشية ازاي ويطاردت التفكير في السؤال في سيكشن تحت خالص اسمه اجعي البرينسيبلز طبعا السيكشن ده اضافي انا حطيته لغرض في ناس متعرفش عن اجايل اللي هي مثلا يعني وليكن امتحانت بيوم بيه زمان ماخدش اجايل متعرفش عن اجايل مهم جدا لدراسة البيبي ايه يكون عندك خلفية عند الاجايل فهنا كل اللي انت عايز تعرفه عن اجايل جبته لك هنا في سيكشن تحت خالص ثلاث ساعات اسمه اجايل برينسيبلز صدقنا لو انت شفت الفيديوهات دي انت كده بقى عندك يعني خلاص عقلية اجايل او الاجايل مينسيت واللي انت محتاجه في دراسة البيبي طبعا البيبي دايما ماشي معاك في المنهج بيشرح من منظور المشاريع الادابتف او الاجايل ومشاريع البردكتف او الوطرفول او المشاريع الترادشنال او التقليدية لو انت معاك اسي بي لو انت درست بيم بي مثلا في 2021 وانت ماشي كده الفوق اكيد انت عرفت عن اجايل خلاص انت مش محتاج ترجع لي اخر سيكشن تحت اللي هو اجايل برينسيبلز هو سيكشن داعم ليك فقط للناس اللي هي ما تعرفش عن اجايل بحيث ان الكورس يكون كامل متحتاجش ترجع لأي مصدر خارجي متحتاجش تروح بره خالص كل حاجة انت محتاجها هتلاقيها في الكورس من شرحات من مراجعات من ملاحظات مهمة من يعني فيديوهات دعمة ليك كل شيء موجود طيب دا كان الجزء الخاص بالفيديو طيب حاليا بقى عايزيد نروح نحل اسئلة نحل اسئلة عشباتر منين نروح هترجع تاني هنا تمام هترجع تاني هنا على الداشبورد طيب دلوقتي هارجع تاني على الداشبورد هندخل هنا على الاكتف كورس تاني او ممكن من هنا تضغط على ماي كورسز يعني سواء من هنا او من هنا ممكن من هنا برضو من اليسار اضغط على ماي كورسز طبعا كده هيفتح معاك الصفحة ماي كورسز هيفتح معايا هنا الموقع على جزء الاختبارات تمام طبعا هنا الاختبارات مقسمة هنا هتلاقي اسئلة على المقدمة هي طبعا مقدمة كده بسيطة بعد كده هتلاقي هنا طبعا امتحنات على او اسئلة على شابطة الاربعة اللي هو تمام هتلاقي هنا عليها اربعة وتمانين سؤال يعني كل شابطة هنا هتلاقي عليه مجموعة اسئلة معينة في خمسين في سبعين في تسعين في مية وهكذا طبعا دي هتكون المرحلة الاولى من مذاكر ان كل شابطة هتشوف الفيديو بتاعته تمام وبعد كده هتقرأ الملف البيدي اف وبعد كده هتحل اسئلة دي كانت المرحلة الاولى وطبعا المرحلة التانية وطبعا المرحلة التالتة اللي هي ايه اللي هي الاجزامز او مرحلة الاخيرة اللي هي قبل الامتحنا على طول باسبوع هتحل اختبارات دي مرة واثنين لحد ما تلاقي الاسكورب بتاعك بقى كويس طبعا زي ما وضحت من شوية ان الكلمة ده اختبار بيظهر فقط بعد الانتهاء من حل الست اختبارات كاملين وهو عبارة عن اختبار تجميع الاخطاء بيجمع لك اخطائك كلها اللي انت غلطت فيها هنا ويجمعها لك فيه نموذج واحد وتحل عليه طبعا ده بيحصل برضو بعد الانتهاء من كل الشابترز لو ده كله حليته طبعا هيزهر لك برضو هنا كلمة ستيكس نفس الكلام برضو هنا في الدومينز لما تحل كل الدومينز هيزهر لك كلمة ستيكس يعني اخطائك بيجمعها لك في كل ستيكشن من هنا ده كان بالنسبة لمنين نحل اسئلة طيب دلوقتي بعد ما تحل الامتحان وعايز مثلا دلوقتي عايز مثلا دلوقتي ان انا اراجع الاسكور بتاعي فيه كذا طريقة ممكن تراجع بيها الاسكور بتاعك ممكن انا مثلا حليت امتحان رقم واحد وعايز اراجع اخطائي ممكن تنزل هنا وانت واقف هنا على امتحان رقم واحد في تيست هستوري بتقف هنا تنزل السهم كده وتقوم ضغط على تمام لما تضغط هنا على هيوديك على طول فين هيوديك على صفحة تانية تلاقي فيها كل الاسئلة اللي انت الخاصة بيانتحان رقم واحد ويقولك الصح فين والخطأ فين والإكسبلينيشن وكل شيء موجود في الصفحة دي ده كان بالنسبة لطريقة مراجعة الاسئلة فيه برضو طريقة تانية ممكن تراجع بها الاسئلة من بره خالص هنرجع كده مع بعض بره تاني هنرجع للداشبورد لازم اضغط هنا على النقاط دي وعمل جو داشبورد تمام واضغط هنا على exam analytics من على اليسار كده اضغط على القيمة دي اضغط على exam analytics هنا هيظهر لك يعني هنا هيفتح لك صفحة فيها تجميع لكل الاجزامز اللي انت عملتها من اول ما دخلت لع الموقع لحد الان يعني شوف هنا فيه امتحانات موجودة من اربع شهور هنا يعني بيحفظ لك الامتحان والدرجة وامتى حليته وحليته في وقت قدقيه وجدت جاب كان في المية لو ضغطت على review هنا هيفتح معاك طبعا سواء في ال pmp في ال agile في ال cp في ال rmp في ال cp m في ال cp في اي كورس انت مشترك فيه في ال pmp تمام لو بس ضغطت على review هيفتح معاك على طول ان انت تراجع الاختبار بتاعك انا ممكن تروح هنا result breakdown هنا مقسم لك انت يعني هنا بالنسبة ال knowledge area بتاعتك جبتي كام سؤال صح هنا مثلا كام سؤال خطأ تمام ايه الاسئلة الصحة عندك ايه الاسئلة الخطأ وهكذا يعني ده تصنيف للاختبار بتاعك او break down لكل اسئلة انت غلطت فيها وهكذا ده كان بالنسبة لي الموضوع الاختبارات طيب في حاجة تانية برضو عايز تتكلم عليها موضوع ملفات البي دي اف في مكان تاني ممكن ان انا في مكان تاني ممكن ان انا احمل منه ملفات البي دي اف وهو اروح هنا على القائمة المنطقة ما يصر اضغط على اقف عليها وانزل تحت هنا على يعني من انزل تحت هنا على البي بي اي هنا اضغط على البي بي اي هيفتح معايا صفحة فيها جميع ملفات البي دي اف اللي موجودة على الموقع الخاصة بي كورس البي بي تمام هتلاقي هنا ملف الخاص بي المقدمة ملف خاص شبط الاربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة وهنا خطوة المذاكرة موجودة على شيط اكسل وهنا ملف خاص بالتيبس والتريكس والفاست ريبيو وهنا الحاجة الجميلة جدا عندنا في الكورس ده في حاجة اسمها ميند ماب جايب لك على كل دومين ميند ماب خريطة منخص لك الدومين كله في صفحة واحدة تمام على شكل ستيبسي كده شكل جميل جدا عشان يعزز الفهم بتاعك ويلخص لك الامور بعد ما تكون ذكرت تمام الشابطر وعايز بقى تربط المواضيع تمام مفيش احلى واحسن من موضوع الميند ماب او الخرائط الزهنية دي طبعا بتوضح لك الموضوع بشكل كويس جدا تمام وتربط لك المواضيع ده رايح فين ده جاي منين والستيبس بتاعت الدومين وهكذا ده مثال على موضوع الميند ماب لأحد الدومين اللي هو دومين رقم واحد شايف هنا مقسم لك الدومين الى سبع خطوات تمام اده دومين رقم واحد الستيب رقم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة يعني الدومين كامل يعني يعني متوزع على خطوات وكل خطوة فيها ايه طبعا بعد ما تكون شفت الفيديوهات وذكرت وحليت هتيجي على الميند ماب هتلاقي الأمور بالنسبة لك واضحة وفهمة الدومين بشكل كويس جدا طبعا دي حاجة جديدة انا عملتها طبعا عشان تزود الفهم عندك انا يهمني في الاول والاخير ان انت تكون فاهم وتعزز الفهم بتاعك وده مش هيجي الا عن طريق تربيط الموضوع واول خطوة بتعملها ايه كمحل الأعمال في المشروع بتعرف المشكلة بعد كده بتقيم الوضع الحالي مثلا بعد كده بتعمل بعد كده يعني بنقيم الوضع الحالي وبنشوف ونعمل ونشوف بعد كده ونشوف ايه هو افضل هيحل المشكلة بتاعتنا وبعد كده نعمل يعني كل ده طبعا بيشتاكل كده مبسط اكيد كل خطوة من هنا فيها تفاصيل ولكن هتبقى انت خلاص عرفتها من دراسة الشابتر نفسه وطبعا كل دومين بنفس الطريقة بعد ما تخلصوا ولكنها كده ملخص لك الدومين على خطوات وفي الآخر خالص خريطة واحدة فيها كل الخمسة دومينز موجودين في مكان واحد الخمسة دومينز كلهم في صفحة واحدة برضو دي من الحاجات الجميلة جدا 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 وتقريبا مفيش يعني كورس تاني عاملها غير الكورس بتاعنا فقط دي اول مرة تتعامل في منهج طيب هنرجع تاني للموقع بتاعنا في بس حاجة حابب ان انا اتكلم عليها موضوع هنا لما تشترك في الكورس هيقولك مثلا الكورس هينتهي بعد يوم كذا طبعا في صلاحية هنا حوالي 120 يوم 4 شهور طبعا المدة كافية جدا 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 انت اصلا خطط المزاكرة تبقى 30 يوم 60 يوم ماكسيمم انا اعمل لك ضعف اللي انت محتاجه واسه على افترض ان انت حصل لك ظروف مثلا وما دخلتش الامتحان والفترة عدت هتعمل ايه طبعا لما تخلص المدة بتنزل تحت كده خالص على ال هتلاقي هنا كورسات منتهية يعني الكورس لما انتهي بينزلك تحت هنا تمام هتقوم بس ضغط هنا على كلمة extend فقط اضغط هنا بس على كلمة extend على طول هيطلع الكورس تاني الى active courses فوق يعني لما انتهي بينزل تحت بتقوم ضغط على extend بيطلع فوق تاني ويشتغل معاك تاني الكورس تمام بيكون لفترة معينة مثلا شهر لو احتاجت تاني بتتواصل مع اللايف شات في عندنا هنا لايف شات بتتواصل معاه هنا بتتواصل مع اللايف شات هنا وتعمل send message تمام وتقولهم مثلا انا كنت مشترك في كورس معين ومحتاج ان انا امدد الكورس مثلا امتحاني بعد شهر مثلا او في يوم كزا على طول هيمددلك الكورس طبعا ده بيكون بشكل مجاني بدون اي رسوم اي رسوم خالص احنا معاك ودايما بندعمكم لحد النجاح بإذن الله ودا كان بالنسبة للموقع شفنا مع بعض بالنسبة للفيديوهات الاختبارات شفنا موضوع الملفات البي دي اف بدين نحملها تقريبا ده كان كل شيء انت محتاج تعرفه عن موضوع الموقع موقع pmtrix.com فيه برضو حاجة يعني برضو حابب ان انا اتكلم عليها اخر صفحة فيه الشيط اكسل اسمها لينكس لو انت مثلا عايز تدخل مباشرة للموقع ممكن تروح هنا فيه لينك هيدخلك مباشرة على ملفات البي دي اف اضغط عليه دايما هيدخلك عليه على طول هنا رابط هيدخلك على الفيديوهات مباشرة ملف هيدخلك او رابط هيدخلك على الاختبارات يعني لو لو دغطت هنا طبعا هيدخلك على طول هناك على ال ويفتح معاك الفيديو مباشرة ده كان بالنسبة لموضوع الملفات وال بالنسبة لموضوع التواصل طبعا في جروب واتساب عاملينه الكورس اول ما تشترك في هيوصلك على طول رابط على الاميل بتاعك تمام يحتوي على يعني بسرعة كده ترحبية وفيها رابط واتساب هتقوم ضغط عليه هيدخلك على طول على جروب المذاكرة عاملين جروب المذاكرة على الواتساب تمام طبعا يعني بحيث لو فيه اي سؤال وقف قدامك في اسنان المذاكرة انا هكون موجود معاكم ان شاء الله هرد على جميع الاسئلة والاستسارات تمام اللي بتوقف قدامك اي سؤال وقف قدامك في المنهج اي سؤال يعني متعلق باختبار البي بي اي ان شاء الله هنكون معاكم على جروب الواتساب هيوصلك الرابط اول من تشتريك في الكورس على طول هيوصلك على الاميل بتاعك رابط جروب الواتساب وطبعا ده رابط الموقع بتاعنا وده رابط الفيسبوك برضو عندنا جروب بنزل دايما دروش مستفادة ونوتس مهمة لاختبار وده رابط التواصل على تويتر على طبعا دي صفحة او قناة اليوتيوب بتاعتي سيد محسين بي بي بنزل دايما عليها مقاطع مهمة وايضا ده رابط الينكت ان اي حد محتاج التواصل معي في اي وقت سواء على الواتساب على الينكت ان على اي مكان ان شاء الله موجودين معاكم وهندعمكم لحد الاختبار بإذن الله واتمنى التوفيق والنجاح بإذن الله للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته